ما الفرق بين بين وبيينغ؟ هذا هو موضوع درسنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة أتقن الإنجليزية معكم نور واليوم درسنا كتير مهم مثل جميع دروسنا وإن شاء الله حيكون خطوة زيادة للكل لتتقنوا اللغة الإنجليزية إذن إذا حابين تتقنوا اللغة الإنجليزية معي اضغطوا على زر سبسكرايب وأكيد قبل ما نبدأ بالدرس يلا عملوا لايك لحتى نكون كلنا نشطين ومتحمسين لتعلم اللغة الإنجليزية إذن هيا لنبدأ let's begin إذن ما الفرق بين بين وبيينغ بن بن وبيينغ إذن اللفظ هو بن بن وبيينغ بيينغ بن بيينغ إذن هناك اختلاف في اللفظ أولا بن بيينغ لكن لسهلكم حياتكم خاصة أنه في كتير منكم مبتدئين بتعلم اللغة الإنجليزية باختصار مفيد بن تأتي بعد هاف أو أي شكل من أشكال هاف أي تصريف من تصريفات هاف أما بيينغ تأتي بعد بي أو أي شكل أو أي تصريف من تصريف بي تدير بالذكر أنه بن وبيينغ نيناتهم أيضا تصريف لبي إذن بيينغ تأتي بعد تصريف آخر لبي أما بن تأتي بعد هاف أو أي تصريف لهاف هذا هو الدرس باختصار أكيد لحنتعلم المزيد من التفاصيل ولحنشوف الجمال لحتى نفهم الموضوع أكتر لكن اللي بدي إيه منكم تعرفوا أنه بن تأتي بعد هاف وهي كمان الباست بارتيسبل هي كمان التصريف الباست بارتيسبل لبي هدي فقط معلومات زيادة أما بيينغ تأتي بعد تصريف آخر لفعل بي وبيينغ هي تصريف في الـ present participle لفعل بي أكيد معظمكم بيعرف أنه بي هو فعل يكون verb to be هو فعل يكون باللغة الإنجليزية وكتير من استعمله بالإنجليزي يعني هو فعل أساسي إذن لنرى بعض الجمل سنبدأ أولا ببين إذن بين قلنا أنها تأتي بعد هاف أو أي تصريف لهاف مثل لنرى بعض الجمل مثلا I have been busy I have been busy busy تاني مشغول لقد كنت مشغولا I have been busy إذن مثل مملاحظين مرة معنا هاف وبعدها been I have been busy لقد كنت مشغولا She has been to Egypt She has been to Egypt إذن She has been to أو have been to هاي دي جملة كتير من استعملها باللغة الإنجليزية وعندما يأتي مكان بعد هاف بنتو أو هاز بنتو أو هاد بنتو فهو يعني أننا قمنا بالسفر إلى ذلك المكان أو زرنا ذلك المكان سبق وذهبنا إلى ذلك المكان She has been to Egypt هي قد زارت مصر She has been to Egypt You should have been on time for your job interview أكيد interview ببطء interview أما بالإنجليزية الأمريكية لح تسمعون عم يلفظوها interview interview You should have been كان عليك أن تكون on time على الوقت يعني أن لا تتأخر for your job interview لمقابلة العمل الخاصة بك You should have been on time for your job interview إذن أتى عندنا have وبعدها been وأكيد يعني من لايء been بعد should have could have وwould have وقمت بشرح should have وcould have وwould have بدرس آخر سأقوم بوضعه بصندوق الوصف تحت الفيديو إن شاء الله إذن مثل ما شايفين have يأتي بعدها been have been أو has been had been having been يعني أي تصريف لهاذ يأتي بعده been أما being فهي تأتي بعد be أو أي تصريف لبي يعني is am are was where أكيد is is am are إني للمضارع أما was و where نستعبلون عندما نتحدث في الماضي إذن be يأتي بعدها being لنرى بعض الأمثلة I don't know why but john is being really difficult today I don't know why but john is being really difficult today مثل ما شايفين عنا being و قبلها أتى is وهو تصريف لفعل يكون is being I don't know why لا أدري لماذا why تعني لماذا but لكن john is being really difficult today لما نقول being difficult عندما نتحدث عن شخص أنه صعب فهذا يعني أن التعامل معه صعب إذن لا أدري لماذا لكن التعامل مع john اليوم صعب جدا I don't know why but john is being really difficult today today تعني اليوم I was just being honest I was just being honest مثل ما شايفين عنا was و قد يأتي بعض الكلمات بين was و being أو بين فعل يكون ب تصريف فعل يكون الأول و being just ثاني فقط I was just being honest فينا نقول I was being honest من دون just I was just being honest كنت أتصرف بصدق كنت صادقا إذن هيرا هو معنى I was being honest أو I was just being honest فقط كنت فقط صادقا I was being honest كنت صادقا إذن الجملة اللي بعدها All of her books are being sold يتم بيع جميع كتبها All of her books جميع كتبها are being sold يتم بيعها إذن هيدا ال-passive voice هيدا الجملة بال-passive voice بس ما كتير تفكروا بالتفاصيل بتفاصيل القواعد كلي لازم تعرفوا إنه being تأتي بعد تصريف لبي أما بين تأتي بعد تصريف لها خاصة إذا كنتوا مبتدئين الإشياء التانية تفاصيل إذن أيضا الجدير بالذكر أن being تأتي بعد لprepositions شبيهة بحروف الجاري يعني after prepositions مثل for with on after of مثلا the best part of being a teacher is interacting with the students the best part of being of being هيدا preposition a teacher the best part يعني أفضل جزء أو أفضل شيء في كوني معلما أو معلمة a teacher being a teacher كوني معلم كوني معلما the best part of being a teacher أفضل جزء أو أفضل شيء في كوني معلما is interacting with the students هو التفاعل مع التلاميذ interact تانية تفاعل interacting التفاعل the best part of being a teacher is interacting with the students جملة أخرى لبين عندما تأتي بعد prepositions she got an award for being the best employee of the company she got an award حصلت على جائزة for being لكونها the best employee أفضل موظفة of the company في الشركة أو in the company she got an award for being the best employee of the company إذن being أيضا قد تأتي بعد prepositions مثل for with on after of أيضا الجدير بالذكر أن being قد تكون اسم مثلا عندما نقول human being إنسان مخلوق بشري حرفيا إذن ممكن تسمعوا هيري الكلمة كتير human being يعني إنسان حرفيا مخلوق بشري أيضا being قد تكون gerund 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 هن الأفعال اللي بيتصرفوا مثل الأسماء وبينتهوا ب ing اللي هأتيكن مثل من هون is interacting interact مثل ما قلتلكم تعني يتفاعل الاسم لإنترآك هو interaction أما interacting يتفاعل لكن هنا هو فاعل لكن يتصرف وكأنه اسم فيأتي بمعنى التفاعل is interacting with the students وبين قد تعمل بهذا الشكل أيضا being قد تأتي بعد هذه الأفعال avoid تجنب يعني ممكن أن تسمعوا avoid being avoid being difficult مثلا تجنب أن تتصرف وكأنك صعب التعامل معه avoid being difficult enjoy استمتع مثلا enjoy being a child استمتع بكونك طفلا enjoy being a child can't stand can't stand تعمل لا يطيق can't stand مثلا I can't stand being lied to لا أطيق أن يتم الكذب علي أو أن يكذب علي أحدا I can't stand being lied to can't stand لا أطيق لا يطيق don't mind لا يمانع don't mind look forward to يتطلع لي you look forward to practice يتمرن practice وstop توقف أو يتوقف مثلا stop being lazy and help me clean the house توقف عن كونك كسولا يعني لا تكن كسولا and help me clean the house وساعدني بتنظيف المنثل stop being lazy and help me clean the house إذن هنا درسنا اليوم باختصار bin تأتي بعد have أو أي تصريف لhave أما being تأتي بعد be أو أي تصريف لبي ونظرنا إلى بعض الجمال ودخلنا في بعض التفاصيل خاصة باستعمال being إذن هنا كان درسنا اليوم بتمنى يكون أعجبكم وتمنى يكون وضح لكم الأمور شكرا لمتابعتكم لقناة Master English أدخل الإنجليزية إذا منك مشترك يلا هلأ فرستك تشترك لتنضم لعائلة Master English وشكرا كتير لأيكم وبشوفكم إن شاء الله بالدرس القاد السلام عليكم مبارك برافا عليكم وصلتوا لأخير الفيديو هيدا أحدى سترس وهيدا الفيديو اليوتيوب بيمسحك تشاهده وما تنسوا تعملوا سبسكرايب عبر الضغط على الدائرة ثم الضغط على زر سبسكرايب وشكرا كتير لأيكم